أكثر تعب أواجهة هي عملية توزيع الجوائز على الفائزين شوفوا الحين يالس اليوم سنوزع جوائز الفائزين هذه الغرفة حطنها بس عشان توزيع جوائز الفائزين كلها هذه كلها عشان توزيع جوائز الفائزين الحين اليوم إن شاء الله قاعد نوزع بالاسم كل فائز وجائزته بحيث أن عملية تواصل مع الفائزين فيا جماعة هذه جوائزكم موجودة بس يحتاج عملية تنسيق مشكلة حد خارج عمان حد داخل عمان حد يبقى بدل الجائزة هذه بس المشكلة اللي احنا قاعدين نواجهها في الجوائز العينية السيارات غير سيارات الجوائز أمور طيبة بس الجوائز العينية يعني لو مثلا جائزة كيف بنبيعها بنوصلها السعودية أو كيف بنبيع الساعة بنوصلها مثلا دولة أخرى فبس يارسين نحل موضوع الجوائز والفائزين بكل هذا الجوائز إن شاء الله نحلها ونعوض الناس الخارج عمان بجوائز مالية بدل جوائزهم العينية هادين يشتغلون عشانكم يشتغلون هداياكم طبعا بابل بابل أحسن طباخ عندي كان أخوي داوم عندي أخوه سافر الحين هو ما شاء الله صار له الحين أكثر من خمس سنوات وآها عاد هذا محد ما يعرفه هذا أحسن ديشي داخل بنقلاديش محمد نور الأبصار محمد نور الأبصار طبعا السائق عندي الله يعطيه الصحة والعافية ما شاء الله الحين كم سنة تشتغل عندي الحين 15 سنة ما شاء الله 15 سنة على فكرة وريني وريني شوفه يكتب عربي وحافظ القرآن وريال الإمام مسجد يصلب الناس طبعا ما عنده مسجد بس يعني يوم الناس يبوا إمامه هو جاهز أبصار أنت رقم واحد لازم الهدايا اليوم كلها توصل للناس إن شاء الله طبعا الله يحفظك